في محاولة لدفع النظام السوري للجلوس إلى طاولة مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض للتطبيع مع النظام مؤكدا أن عملية إعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات لن تبدأ طالما لم يشارك النظام بشكل فعال في الحل السياسي وعربت دول الاتحاد عقب اجتماع لدائرة العمل الخارجي الأوروبي لمناقشة الأوضاع في سوريا عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254 المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفن شنيك أكد أن دول الاتحاد ستواصل دعم الشعب السوري وأشار إلى تمسك الاتحاد باللاءات الثلاث بدوره أكد رئيس بحثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو أن الموقف الأوروبي تجاه الأوضاع في سوريا لا يزال موحدا ولم يتغير ويأتي هذا الموقف الموحد في ظل تقارب من قبل بعض الدول مع النظام بسبب رفضه التعاطي بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ويتماها موقف الاتحاد تماما مع الموقف الأمريكي الرافض بشدة لأي انفتاح أو تقارب مع نظام بشار الأسر ودعم الاتحاد الأوروبي الحراك الثوري في سوريا منذ انطلاقه في عام 2011 وفرض عقوبات مشددة على النظام وأركانه ومدد منتصف العام الماضي العقوبات على النظام عاما آخر بسبب قمع المدنيين في سوريا ولم تمكن هذه الطريقة لاتحاد من تأدية دور فعال في سوريا التي تحولت منذ عام 2015 إلى ساحة صدام بين الروس والغرب الذي لم ينقرط عسكريا بشكل فعلي في الصراع مكتفيا بالعقوبات والبيانات ورجح ذلك كفة النظام على الأرض بسبب الدعم العسكري اللامحدود من الروس والإيرانيين الذي بدأ منذ الأشهر الأولى لانطلاق الثورة السورية وعلى الرغم من مواقف الاتحاد المعلنة التي تقاطع نظام الأسد سياسيا لم يضغط بشكل كاف لفرض انتقال سياسي وركز على تمويل العمل الإنساني بهدف إدارة ملف الهجرة إلى دوله من دون إيجاد حلول جدرية لها